وإذا حصل الطلاق فإن عليه أن ينتبه أن هناك حلاً آخر جاء بالإسلام النفق على الأولاد الذي يتحرب منه كثير من الناس والحضانة طيب إذا كانت تعرف أن زوجتك الجديدة لا يمكن أن تقوم بالحضانة فدعهم مع أمهم أو مع جدتهم لأمهم إذا لم تتزوج فهي أحق بأولادها وأعتقد الحضانة وهو ما يفعله كثير من أصحاب الفضيلة ينظر في الحضانة إلى مصلحة المحظون لا إلى مصلحة الحاضر نحن الآن ممكن نرى أنهم مع الأم حتى وإن كانت متزوجة لأن الله قال وربائكم التي في حجوركم النسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن معناها أن كيف تصير ربي بل معناها أن من زوج آخر معناها أن مع أمها تتربى فلا يمنع ذلك يجب على بعض الآباء الشيخ إذا طلق زوجته اعتبر بينه وبينها أداء تاريخية لا شك أن الطلاق يا صاحب الفضيلة يحدث عند الأطفال مشكلة خاصة إذا لم يأخذ بمأخذه الشرعي أما لو حصل طلاق وقال النفقة تجده كل شهر يعطي النفقة لأولاد تجده لا يمنعهم من زيارة أمهم إذا كانوا عندهم وإذا كانوا عندها ما تمنع تقرأ روحوا زوروا أبوكم يعلمونهم الوفاء ما يعلمونهم المقران لكن الآن عندنا قلة حياة عند بعض الناس إذا طلقها ما يروح الأولاد إلا لازم تكابلهم في قسم الشرطة هذا كلامي تسلم على أولادها في قسم الشرطة يا ناس يا مسلمين يا أيها الناس هل هذا من الأخلاق في قسم الشرطة يا أخي يذهبون إلى إذا أنت كرهت أمهم فأطلقت هذا هذا شأنك لكن لماذا يتعدى الآن هذا انتقام من هنا يا فضل الشيخ أنا أطالب أصحاب الفضيلة القضاء وهم أهل لذلك وهم زملائي وطلابي ومشائخي أقول لهم أولاً انظروا لمصلحة المحضون وليس إلى مصلحة أثنين لا بد أن تؤدبوا الأباء الذين يثبت لديكم أنهم يشجعون أولادهم على عقوق أمهاتهم أو العكس يتشجعون على العقوق أو لا ينفقون على أولادهم والله يا شيخ الطلاق هو حل لكنه حل بضوابط الإسلام جميل